أما بالنسبة لطريقة علاج التهاب الجيوب الأنفية بالريحان يمكن ذلك بعدة طرق ويمكن عمل شاي الريحان وشربه كما ورد في مقدمة الفيديو ويمكن أيضا عمل حمام بخار بوضع أوراق الريحان فوق ماء مغلي بوعاء كبير بملء الوعاء بالماء الساخن ثم يوضع غطاء على الرأس ويفضل المنشفة بحيث تصنع خيمة فوق الوعاء والبدء باستنشاق البخار لمدة من 6 إلى 10 دقائق بعمق من الأنف وهذا قد يكون من الصعب القيام به مع انسداد الأنف لكن البخار سيساعد في تفتيحها ويمكن أيضا استخدام الزيوت العطرية المفضلة لديك كزيت شجرة الكينة وزيت الليمون وزيت شجرة الشاي والمسك كل هذا جيد للجيوب الأنفية والحرص على استخدام المنادير الورقية